قال عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وهذا لفظ حديث ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثان وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل قال عبد الله حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قلت بل قال فإني أرجو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت معه فأخذ بيدي فجعل يحدثوني حتى بلغ قرب الباب قال فذكرته فقلت يا رسول الله السورة التي قلت لي قال فكيف تقرأ إذا قمت تصلي فقرأ بفاتحة الكتاب قال هي وهي السبع المثان والقرآن العظيم الذي أوتيت بعد قال عبد الله سألت أبي قال قال عن العلاء بن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح فقدم العلاء على سهيل وقال لم أسمع أحدا ذكر العلاء بسوء وقال أبو عبد الرحمن وأبو صالح أحب إلي من العلاء أبو عبد الرحمن وأشمع جزء لuka قالاللوس لت etti ترجمة نانسي قد أبو يصرحان شكرا